جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملة وتفصيلا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قصري يأتي ذلك تعقيبا على التصريحات التي أدل بها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع وأشرت الخارجية إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم مشددة على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع مسؤولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للمدة 49 من اتفاقية جينيف وطالبت الخارجية إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر